حلو جدا 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 ماشاء الله حالتك دلوقت يا دلو ايه هي حالتك يا دلو شكلك يا ام دخلك فلوس هتدخل او دخلك خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اهيه في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء الكارت ده كمان اما انه هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويس ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمل تدي 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 حد محتد بتديله عندك كرم زايد الوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقتي حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه اتمام مراسم خطوبة او زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر ملور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك فيه اجازة فيه فسحة فيه سفرية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف تختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا إما أنه أنت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح أو فأنت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه ابتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فيه حاجة بتتأرجح أنت عايز توصلها لحالة ستادي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو أنت عايز تعمل ده يا دلو بإذن الله الفلوس اللي هتجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى أو ممكن يكون هدفك الاقتصاد أن أنت قررت أن أنت تعمل خطة في الصرف أن أنت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي أنت محتاجها بس المهم أنه هدف كويس أوي 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 في ناس تلاعق هدفها النهاردة أنها تهد البيت في خلقات النهاردة كان هدفها غير طبيعي صراحة طيب إيه العقبات اللي مقابلك الشهر ده تغييرات أنت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجأة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير أي كلام لأ تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارف تتعامل معه إزاي نصيحتي ليك تعامل معاه بجرأة بص هو إيه اللي بيحصل هنا الثيم بتاع الكارت ده الموت مفروض إن حاجة بتموت أو حاجة بتتغيب وحاجة مفاجأة وجاية غصبة عنك أنت مش متوقعة زي الموت كده لما بيجي إيه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحقي الموت بمعنى رمز الموت إن هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد بيجعبش صرف فيه أعمل إيه بسببستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض إن هو السيس يعني أو إحنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه أو شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير أو التحول ده بشجاعة ما تقلقش لأن التحول ده أو التغير ده الحاجة اللي بتموت أو تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جنيدة طالعة بعدها فواجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه إن شاء الله في الآخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة أحسن بس إنت مش عيفها دلوقتي الحاجة اللي إنت حتنجزها شهر ده واضح إن الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة أو كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح إن هيته تتحسن بالفعل أو على الأقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع إن شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط إنك أنت بقيت تهتم بيه مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب إيه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة أوي تجنب الخطوات الكبيرة أوي اللي ليها علاقة بقى إيه في الخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارفة إيه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لأنه ده مش وقت مناسب لإنت تعمل خطة للمستقبل أوي المستقبل بعيد بالشكل ده وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت ده ده ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على أقل تقدير يعني إنه ناتجته مش هتبقى مرضية لك أوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه أو أي حاجة فيها إيه خطوة بعيدة خطوة كبيرة إيه اللي إنت محتاج تعتنقه هذا الشعر شوية يعني مش عايز أقول بخل عايز أقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لأن دي pentacles نمسك إيه نمسك إليك شوية يا دلو أنت طلع لك حالتك دلوقتي أنت عملت بعزق واضح إن فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي إنت محتاج تعتنقه الشهر ده حاول تمسك إيدك شوية امسك إيدك ركز أعمل خطة للصرف خطة خطة محترمة كده مش لحاجة علشان أتليست حس يعني توصل الهدف اللي إنت عايزه ده إنك إنت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعشان تبتدي تحس بالحاجات اللي إنت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبين تأثرها طول ما إنت كل اللي يجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن أو مش هتحس بالتطور هتلاقي الدعم فين؟ أنا بالنسبة لي أي إيد نازلة من السماء دي إيد ربنا الدعم هتلاقيه عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة أو رزق جديد يعني اللي محتاج تعمله إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى إنت مفيش حاجة في إيدك تعملها غير أنك إنت تدعي ده اللي حتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تسأل تطلب من ربنا أي حاجة بقى إنت عايزها لو كان بيبقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي حتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو هو اللي حيستجيب دلوقتي مش لو مثلا المشكلة وقع بينك وبين شريك يعني حاول إن أنت ما تشوفش حلول معاه على قد ما أنت تبتدي تتجه لربنا تطلب منه المساعدة أروح أمشي إزاي أروح فين أقرب ولا بعد فدعمك هتلاقيه من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي البعيد يقرب نصيحة الكرت طلع لك العربة امسك القيادة يا درب أنت بطبعتك عندك صفات القائد امسك زمام الأمور وإنت اللي بتدي حركها زي ما إحنا وصفنا الكات ده قبل كده ده واحد راكب العربة هو واقف مش قاعد يعني ده مش وقت قعاد ده وقت أكشن ابتدي خود أكشن وامسك زمام الأمور وأي حاجة أي حاجة تشتت انتباهك دول مفروض دول الأسود اللي بتقود العربة كل واحد يوم بصص في التجاه بمعنى إنها تجيلك حاجات في الطريق تحاول تشتت انتباهك وتاخدك في الطريق تاني أنت تمسك زمام الأمور تاني وتمشي على الخط اللي أنت رسمه لنفسك لازم تقود المرحلة دي يا دلو وحركتك تكون أسرع واتخاذك للقرارات يكون أسرع أنت قراراتك على فكرة تاخدها بصعوبة يا دلو وده وده عن إنتبه ربع يعني جوزي دالو زي ما أنتو عارفين بياخد قراراته فعلا بصعوبة بيبقى عنده تردد شديد جدا واضح إن الوقت ده مش وقت تردد لازم تبتدي تاخد قرارات بشكل أسرع لو هي حتى قرارات تخص العطفة لازم تبتدي تاخدها بشكل أسرع من كده واضح إنك طولت كتير والطرف التاني خلاص ما بقاش عنده صبر فلازم تبتدي أنت تاخد خطوات سريعة شوية طيب تعالوا من خاصة القرية بصرعة الدل إما دلوقتي فيه مرحلة تطور في الحالة المادية أو فيه طريقه لتطور في المادة أو هو فيه مرحلة عنده عطاء كتير قوي وعمال يدي كتير جدا شكل الشهر عنده فيه احتفالات وده شيء متوقع لأن ده شهر خلاص بالاحتفال بالسنة الجديدة بس هو كمان بيشير إلى ارتباط وإتمام مراسم خطوبة أو مراسم جواز أو أجازة فيها سفر إن شاء الله وفيها يعني فسحة حلوة جدا وكارت إيجابي قوي قوي هدفك الشهر ده إنك أنت تعمل عملية اتزان في حالتك المادية لأن كل اللي بيجيلك بيروح بتصرفه فحالتك المادية مش متزنة فأنت محتاج إنك أنت الهدف بتاعك اللي أنت حطه أنا عايز أزبط الميزانية الخاربانة ده يعني ده اللي أنت مركز فيه الشهر ده العواقب العقبات اللي هتلاقيه قدامك الشهر ده تغيير مفاجئ أنت مكنتش عامل حسابك عليه هيفجأك وهيخوفك شوية لكن مش عايزك تخاف واجه التغيير ده بشجاعة ما تخافش مني أكتر حاجة حتنجزها الشهر ده إنك حتماشي العطفة والعقل مع بعض حيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه يعني مش هتبقى كافة الشغل والعمل غلبة على العطفة زي الشهر اللي فاتت حيبقى الاتنين ماشيين مع بعض يعني بنسبة كويسة جدا برافو عليك يا دل حاول إنك أنت تتفادى إما الصفر أو إنك تعمل خطط مستقبلية قوي لمستقبل بعيد لا حاول تماشي الدنيا واحدة واحدة خطوة خطوة بلاش تعمل خطوات لها بعيدة المدى أو تعمل خطط بعيدة المدى امشي بس الفترة دي ستاب باي ستاب حاول كمان تعطنق الحرص الحرص في الصرف واضح إنه هو صرف مش آي حاجة تانية لم إيدك شوية يعني بغض النظر يعني بقى فيه ناس بقى حتقولي لا مش من كتر الفلوس لا هي على حسب بقى النسبة وتناسب وإنت نسبة مثلا بيجيلك ألف جنيه بتبعزق منها نسبة لا بقى سابية في كلام فاضي في كلام قصدي وفيه حد بيجي له تسعة مليون جنيه وبيعمل نفس الشيء فأيا كان فيه حالة من يعني تصرف حاجات إنت ممكن تكون مش محتاجها أو ممكن تستغنعها ركز في صرفك هنلاقي الدعم فين مين اللي هيدينا البوش ربنا سبحانه وتعالى الصلاة الناس اللي مش مركزة في الصلاة قوي أو مش بتصلي كفاية ابتدوا ارجعوا انتظموا في صلاتكو تانية ودعوا ربنا وطلوبوا كل اللي انتوا عايزينه هنا هتلاقوا الدعم يا دل هنا عند ربنا النصيحة بتاعت الشهر انت اللي تقود يا دل وما تخليش الدنيا هي اللي تقودك يعني فيك هوت بيقولك دلوقتي العجلة بتدور لوحدها انت ارفع ايدك واستنى لا هنا انت اللي لازم تمسك القيادة وانت اللي لازم تتحرك ولو انت على وشك ان انت تاخد قرار لازم تحاول تاخده بسرعة واي حاجة حتشتت انتباهك ارفضها وركز في الهدف اللي انت رايح له رايح له جدا يا دل جميلة 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 تعالوا نشوف بقى ايه الحالة العطفية دل طيب اوكي اداله عايز ايه اداله يعني واضح ان هومور في حاجه عنده بايزه في العلاقه حاجه يعني مش واخد حقه زعلن الحاجه اتهزم في حاجه بس هو واقف وبيبين انه هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجه انه هو ايه متهزمش هو بيحاول يبين انه هو متهزمش انه هو متكسرش اه اه نفسه في ايه عايز يدي في العلاقه اكتر اداله زي ما احنا شفنا حتى في قراته العامه اداله يركز في العاطفه اوه اداله يركز مع شريكه اوه اداله يهتم بيه اداله اه حاجه حلوه جدا فالداله شايف انه يعني ان العلاقه حلوه ولفسه بقى ايه يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر اه حلو قوي قوي اداله شايف شريكه ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير اه طعنات كتير 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 مش عارفه اذا كانت طعنات دي بسببه ولا بسبب شخص تاني لكن المهم انه هو شايفه متقلم وانه هو زي ما تقوله اه اتغادر بيه كتير قوي وعنده نهاية مقلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مقلمة مش عارفه الداله هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الداله حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الداله حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح انه هو حطل نفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسس ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض ان الداله زعل شريكه في حاجة بس داله ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاري بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويض فعلا نفسه في تعويض الشريك شايف انه هو قدى الداله كتير قوي او 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 يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويض انه واضح ان الداله ممكن يكون غلط يعني مش مشكله من اغلط وابتدى انه هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الداله ازاي شايفه بيصلح لا الداله بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يتطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ما شاء الله الطاقة الطاقة الداله بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين الكوباية دي كوباية دي مشاعر وحب جواها سمكة السمكة دي عطاء وامااااا رامز رامز للخير يعني ما قدملك كل خير عايزي قدملك كل خير لا واضح ان الداله تعلم الدرسه تعلم كويس وعرف امتك ووي الله يصلح وانت صراحة يشريكه برااة لو هو دا حالا اللي انت بتعمله حاليا ان انك انت رايحله بالسرعة دي ومستنى تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى هتعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة او بصوا بقى في بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد في حاجة جديدة حاجة انتم مش متعودين عليها اتدالوا فعلا انتبه يركز مع الشريك في تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فاشلة زي ما انا كنت فاكر لا ده فيه صحة فيه بداية جديدة فيه طريق طويل انتوا رايحين وانتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يادالوا ومولود جديد للناس المستمينين موليد الناس اللي لسه ما جاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة والناس المستمينين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول у pronto مجوزين الراديو عندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة عطاء عمالين تدو كله عمال يدي كله عمال يدي يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالدالي بيديله ماشاء الله بيرفو ويعني أنا عايز أقول لكم أنا معاكم والأداية فعلا كانت أبقى على الدلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب هلخص القراءة الحمد لله حلو قويل فيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب يا رب ربنا يسعدكم الدل واضح نغلط في حاجة أو أثر في حاجة على الأقل على الأقل تقدير وبيحاول يبين أنه هو مش عايز يعترف ما بيعترفش أنتوا عارفين ده وما بيعترفش فهو بحاول يبين أنه هو تمام أنه هو مغلطش في حاجة أو الحرب اللي كان داخلها أو المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر لأنه شايف أن أساسها قوي وأنها تستاهل منه أنه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه إزاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات اتهارة تعنات تعنات كتير جدا جدا يمكن تكون منه أو يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحسن الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ما شاء الله الشريك عايز إيه كمان عايز تعويض بقى عايز ابتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا أو يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدلو فعايز ابتدي يحفظ بقى عايز هو بقى ياخد شوي وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعليا ان هو يصلح وابتدى يدي ارتقى ما بينكم ولا أحلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا دلو شريكوا داخلينها ومرحلة منطقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح عملين ترسيمه خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الإراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لأ مش خطوة خطوة ان شاء الله الطريق طويل واتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام وكلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قولنا ممكن يكون مولود جديد اثنان زواج او اثنان خطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا نبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكم جدا الحمد لله الحمد لله ربنا يهنيكم كل الدل ان شاء الله ويسا اتشاركم